اشتركوا في القناة دخول العروسين قبل بدء سر الاكليل الحقيقة المشهد ده من اهم المشاهد لانه بيعبر عن فكر مهم جدا جدا الطقس الكنيسة بيقول ان العريس يدخل الاول ويستقبل من الشممسة بلحنة بقورو وهو اللحنة الذي يشير لحضور المسيح اللحنة هنا بيعبر عن اننا بنؤمن بحضور المسيح في الكنيسة وعلى هذا المثال هنربط وهنوسق اللقاء والعلاقة بين العروس والعريس بعد شوية بتدخل العروسة بلحنة شير نيمارية وهنا بتشير الى الكنيسة التي خرجت من الله وايضا تشير الى العروسة التي خرجت حواء التي خرجت من قلب او من ضلة او من جسد او من جنب ادم هذا المشهد الجميل بيؤكد مفهوم ان العلاقة بين الزوجين بتقوم على المسيح الساكن فيهم وحياتهم اللي بتكون صورة مقدسة ارادها الله للانسان وللبشرين الحقيقة الموقف ده ايضا والمشهد ده بيخلينا نقف شوية كده وننتبه ماذا نفعل نحن هل بندخل الكنيسة بهذا الوقار وبهذا المفهوم اكتر ولا بمفهوم تاني وهل المحيطين اللي بيمثلوا الكنيسة الحضرة اللي بتنضم اليهم فرع جديد من الكنيسة بزواج العروس هل هذه الكنيسة ايضا كل الحضرين بيبقوا في صورة وفي مظهر وفي ملابس وفي خشوع وفي فكر يمثل في قلوبهم انهم موجودين في حضرة الله وحضور الله في وسطهم وارتباط العروس والعريس بالمسيح في وسطهم الحقيقة هذا الامر يحتاج مننا اعادة نظر في كل افرحنا محتاجين اننا نسأل نفسنا هل احنا بندخل الكنيسة في يوم الاكليل بصورة لائقة بحضور الله ولا بملابس لا طليق تماما بهذا السر العظيم هذا السر العظيم بوليس الرسول هذا السر العظيم العروس والعريس لابد ان يكونوا بملابس لائقة لانهم هيرتبطوا في المسيح والمسيح حاضر في قلبهم وفي حياتهم وفي طقصهم وفي كل اليوم اللي بيعد خصيصا من اجل انشاء اسرة مسيحية نحن نحتاج اننا نراجع على هذا الامر الحقيقة انا احب يعني اقرى لكم تعبير قاله القديس ماري اسحاق عن الزي في الصلاة فيقول الزي الحسن في الصلاة امر يشير الى ما في قلوبنا قف في صلاتك امام الله كانك واقف امام لهيب نار لا تقف بارجل مرتخية او بجسمه متكاسل او بحواس طائشة هنا او هناك هذا المفهوم يخلينا نراجع نفسنا الاسلوب اللي بنحضر به حفلات الاكليل المقدس او صلوات الاكليل المقدس هذا المفهوم السليم تقريبا مش موجود حالين الا بصورة بسيطة لابد ان نهتم بهذا الامر وايضا العروس تدخل الكنيسة بملابس غير فاضحة وغير مكشوفة لانها في حضور الله نفسه المشهد الاخير ايضا في سر الكليل المتعلق بالدخول والخروج في طاقس الكنيسة ان العروس بتسبق العريس في الخروج وبعدها فانك انها بتخرج ان الكنيسة بتتحرك في حضور المسيح الكنيسة دخلت في الدخول حواء بتدخل الى ادم الموجود وبعد كده المسيح الكنيسة بتتحرك وهي في حضور المسيح اللي بيحصل حاليا ان العروس والعريس بيخرجوا مع بعض ويحيط بيهم الشعب الكنيسة والحاضرين والاهل وكل افراد الحفل المقدس بيشير ايضا الى ان هذه الكنيسة الجديدة التي تأسست منضمة ومرتوية ومحوطة بجسد المسيح على الارض اللي هي الكنيسة المشاركة والفرحانة بحضور الله في هذا المشهد المقدس اشتركوا في القناة